اشتركوا في القناة تحياتي مشاهدين الكرام سؤال مهم جدا يجيني لسواء العياتي سواء للصفحة الشخصية او سواء حتى للصفحة الطبية ماتي اللي هو دكتور ليش احنا في رمضان يزيد وزننا بالاجابة بصراحة على هذا السؤال انا خليت فت قاعدة اسمها كيف نحقق نزول الوزن في رمضان حتى نحقق هذا الهدف الاسمى من نزول الوزن في رمضان علينا ان نعرف انه كيف نستثمر رمضان اللي صحة افضل وقوام اجمل ابتداء الصائم اساسا لازم يعرف اش وكت يستغل فترة نزول مستوى هرمون الانسولين على موضي حقق صعود في هرمون النمو اللي هو القروف هرمون اللي حقق نزول الوزن افضل فترة افضل فترة لممارسة المشي على الاقل في الساعة هي الفترة التي تسبق فترة الافطار فاني انصح جميع مراجعي العيادة انه فترة رمضان يستغلها فترة تصحيح للعادات السلوكية والغذائية طيب فاحنا اساسا نعرف اش وكت وقت الافطار نحاول قبل ثلث ساعة من وقت الافطار نتمشي ماشي سريع او مشي اعتيالي اللي ناسب جسمنا وطاقتنا احنا مريد نضغط على الجسم بحيث يسبب الطاقة الحركية اذى لجسم بالعكس اريد نستثمر هاي الطاقة من اجل جسم او ضد عادة عادة في الامور الطبيعية انه الانسان يستغل الكاربوهدرات اللي تشكل مايقارب خمسين الى خمسة وخمسين بالمية من السارات الاجمالية اليومية للطعام في حرق الطاقة طيب احنا اذا في حالة الصوم اش ديصر عندنا احنا ممتنعين عن الطعام ممتنعين عن الشراب الجسم بحاجة الى طاقة فالجسم شي سوي ياخذ المخزون المتواجد بالجسم ويحوله الى طاقة وهاي احدى الحالات الذكية اللي يستخدمها الجسم في توفير طاقة ذهنية وبدنية تفيد الجسم وبهاي الحالة اثناء المشي هو راح يستغل المشي هو الرياضة احنا عدنا رياضات اثنين يتحرك بها كل الجسم من الشعر الى حد اصابع القدم اللي هي المشي والسباحة ظروف الصباحة ظروف صعبة وغير متاحة مو لكل الناس موجودة لكن المشي متاح اللي اريد اقوله بالنسبة للجميع اللي يشاهدون هذه الحلقة ويشاهدون القناة العراقية تحديدا ما هي الرياضة؟ وهل الرياضة هي مهمة ضرورية اخوان اللي نأكد عليه انه اسلوب الحياة يجب ان يدخل الرياضة كنمط معيشي في اسلوب الحياة على الاقل احنا نحتاج من ثلث الى نص ساعة اللي لم تكن يوميا في الاقل القوانين الطبية اللي درسناها تقول ثلاثين دقيقة خمسة ايام في الاسبوع اذا لازم ان نستثمر الرياضة مو لانه نزول الوزن فقط ابدا ولكن نستثمرها انه عندنا شيء اسمه تحسين مستوى الحياة الانسان اللي عنده ويمارس رياضة رح يلقي مودة او المزاج العام ماته متغير ويلقي يوميا هو في حالة انطلاق متجددة طيب رح نستثمر الوقت مالتنا نلعب رياضة المشي قبل الافطار نجي على الفطور المناسب لنزول الوزن ما منطقي يا اخوان احنا نصوم ثلاثين شهر نلقي نفسنا سمنانين في نهاية الشهر اللي دي صير انه معتادين للأسف مجتمعنا العراق وحتى الشرق اوسطي على تناول محضرين لزلابيا محضرين الداطلي محضرين البقلاو محضرين بهاي الحالة احنا اسئنا الى العبادة نفسها احساس الصوم او الصيام هي حالة روحية ان تشعر بالجاعة اللي صار عندنا فيه مجتمعنا انه الصوفيات ومدى تقديم الصور الموائد اللي تنصرف على الافطار تكاد تفوق الايام الاتيادية وهذا فالشي مو صحيح ابدا احنا نفطر بالضبط كالاتي بكمية النظام اللي نستخدم هو النظام الصحي المتوزن او نظام يسمى القديل الكاربوهيدرات يعني بين قوسين باختصار اسباب السمنة هي السموم البيضاء الاربع اللي هي الشكر والملح والتمن والطحين احنا هناش رح نسوي المبارك انه نأكل السكر اللي يأكل ابونا ادم فقط تحديدا لا غير بمعنى انه نأكل الفواكه بكمية ما تتجاوز ثلاثة لأربع حبات فواكه ونأكل الفواكه بأليافة اشوكي تناكلها بالفترة ما بين الوجبات او مع كمية بسيطة اثناء الوجبة اذا الفاكهة تعتبر هي السكريات طيب يسئلوني دكتور ظروف من سكر ستيفيا طيب هاي السكريات نجي على الملح احنا الاملاح نحتاجها بس يفضل ان يكون ملح الهملاي او الملح اللي بالطبخ وليس الاملاح المضاعفة بالاكل بشكل مفرط بحيث اصعد عندنا الضغط بالتأكيد فترة صيام طويلة تستوجب ان نستخدم الاملاح ولكن باعتدال طيب الرز او التمن تستخدم التمن احنا نسميه بازل اهليتنا يسمونه بازل او السل والكمية مات محددة تتجاوز اربعة الى خمس ملاعق تمن يبقى الكاربوهدرات اللي هو الطحين يا اخوان مثل ما نأكد سابقا انه تتجاوز النص صمونة من النوع الطحين الاسمر او الحبوب الكاملة وتستخدمها فقط في فترة الافطار السحور راح نشيل الكاربوهدرات بينقوسيا نعيش الحياة اللي كان يعيشها ابونا آدم يعني الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا من رزقها واسعوا في ملاكبها اذا الطعام هو طاقة احنا ناكل حتى نعيش اللي صاير عندنا للأسف انه احنا نعيش حتى ناكل ومرور الوقت اصبحت الطعام اصبح طقوس حتى السؤال التقليدي انه الزوجة تسأل زوجها وكأنما حاجب وكل مادة يتقدم الزمن بوجود هاي الميديا ووسائل الإعلام اصبح مظاهر الإعلام والأكل والسعرات الزادة اصبحنا يعني بصراحة نخزن السعرات بينما الإسلام كعبادة يريدنا ان وكلوا من رزقها واسعوا في مناكبها السعرات الطعام هو وقود ووقود حركة والحركة بركة هاي نعرفها خصة صار عندنا إذا ريد نجي نصور هنا شوان راح نفطر نقول بسم الله الرحمن الرحيم أما نفطر على قليل من الماء أو تمر تين متتجاوز أو ثلاثة من التمر حتى نوع التمر نحدد النوع الأشرسي لعن بصراحة إحنا إذا ريد نضعف لازم نحدد السعرات عندنا كل تمرة تطينا ما يقارب العشرين سعر فإذا استخدمنا ثلاثة حبات تمر تعادل حتى فاكهة واحدة وإحنا عدنا اليوم كلما نتجاوز الثلاث إلى أربع حبات فمو الله دكتور أنا أعرف سنة نبوية أكل تمر جايب لعفك تمر هو قاعد يأكل فما يقارب العشرين تمر زيادة التمر يعني زيادة السكريات إحنا نحدد السكريات رغم فوائدها المفهوم الآخر التي توضحها بالنسبة للسمنة أن الناس تصور يا جماعة أن السمنة هو تناول الدهون فقط السمنة تعريفة هو تراكم الدهون في الجسم بسبب تحول السكريات والنشويات والدهون الزائدة إلى الدهون الحقيقة الأخرى التي أريد أن أكدها من خلال هذا اللقاء المبارك إن شاء الله أنه إحنا نأكل نصرف ما نحتاجه يعني يجيني أحد يقول لي دكتور أنا ما دا أكل سكريات أنا دا أكل لحوم أخي تأكل اللحوم باحتياجك اللحوم الزائدة أن الحاجة أيضا تتحول إلى الدهون عدد السعرات ثابت نحتاجه كل إنسان يحتاج حسب طاقته إلى عدد معين يعرفها الطبيب المختص كل ما تزود أكثر من اللازم الفائض وين هو روح يتحول إلى سعرات بملخص مفيد وبأبسيط جدا مصعد يشيل عشر ركاب تأتي جنامك بتخلي المصعد يشيل ثلاثين أربعين راكب شو يصير عندنا يعطى للمصعد إحنا هذا يصير فده يتحول الزيادة من السعرات إلى دهون موجودة طيب الفترة ما بين الفطور اللي قلنا مثلا 3 تمرات مع كمية قليلة من الكاربوهيدرات ما تتجاوز بس بالأفطار 30 غرام بعدها نستخدم ما يقارب كف اليد من السمك ويفضل أو الدجاج يفضل يكون سلق أو شوي وفقط 3 إلى 4 أخواشيك من الثمن أو الرز البزل نرجع وراها أكوناس تمارس عبادات معينة أكوناس نفضل أن نتمشى فيما بعد بعدها نستغل بقراءة القرآن نستغل بالحركة نستغل بالمذاكرة لأن أيضا مذاكرة وقراءة القرآن وغيرها تستهلك جزء من الموجود بالدماء ونتحول إلى السحور السحور مثل ما تفضلنا أنه يكون قليل نمنع كمية النشويات ونستخدم أما شرب أو قطعة من الجبن مع كمية من الصلطة والفاكية وبهذا نحقق صيام مفيد للجسم ونحقق صحة مستدامة تحياتي الدكتورة الاختصاص وثنى عبدالرزاق الأنصاري طبيب أسرة وتغذية وسمنا اختصاص ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر